مساء الخير واهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناة دابيل تي في النهاردة هنتكلم عن سؤال نسألته لي في فيديو الامتيو اللي فات وهو ازاي نتعامل من على الموبايل ازاي نحل مشكلة الامتيو من على الموبايل انا يا نابيل لما اشتغل بالموبايل وبعمل بنج الوايرليس بيزود لي البنج زيادة عن الطبيعي وده عادي جدا عزيز المشاهد لان الوايرليس اتصال غير ثابت بيتأثر بالعوامل المحيطة زي ما قلت في كل الفيديوهات وحقول في الفيديوهات الجاية اتصال اللي هي اعتمد عليه في تحديد المشاكل الحرفية ففي الفيديو ده انا هعرفك ازاي تعمل بنج من خلال الموبايل بتاعك او اللاب توب بتاعك عن طريق الواي فاي ومن غير اي مشاكل عزيز المشاهد وكمان هقول لك لو انت مش معك كمبيوتر ازاي تتعامل مع الامتيو وازاي تحدد القيمة المناسبة ليك يلا بينا نبتدي الفيديو ده ولكن قبل ما نبتدي الفيديو لو انت اول مرة تشوفني فانا نبيل واتمنى طبعا انت تنضم لأسرتي الصغيرة ولو انت مش اول مرة تشوفني وانت عارف القناة فانت عدو غري عارف ازاي توجب معايا يا صاحب رأيت لكم كتير بقى في الفيديوهات اللي فاته اللي بينا نبدأ الفيديو احنا خلاص عارفنا اي مشكلة الواير لس وانه هو بيعلل بنج دلوقتي بقى هنيجي لحل المشكلة دي ولكن قبل ما اقول لك حل المشكلة هقول لك قلية اختيار الامتيو عن طريق الموبايل او قلية تجربة القيم تجربة القيم عن طريق الموبايل عزيزي المشاهد هتكون عن طريق الروتر نفسه فانت مثلا لو في مصر او بالاخص في شركة وي فحضرتك هتروح مجرب القيم التالية الاوتو يا اما الالف ربعمائة وستين يا اما الالف ربعمائة وعشرين هتعرف بقى ازاي او الفرق ما بينهم او مين اللي بيديك احسن اداء بالنسبة للبنج فده هيكون عن طريق الروتر بتاعك عزيزي المشتري من قلب سيستم الروتر بتاعك وفي الفيديو ده هتشرح لك الروترات اللي هتلاعلك اساميها هنا هوا وهتلاقي بقية الروترات بنفس النظام من خلال تجربتي مع الناس اللي كانت بتكلمني في الشات هتلاقي كله شوه بعض تقريبا وبنفس يعني اللوجيك وبنفس المنطق اولا عزيزي المشاهد احنا هيبقى البنج بتاعنا من جوه الروتر وانا هستخدم معاك هوا جهاز وايرلس ده تابلت ومتصل بالروتر بتاعي عن طريق الوايرلس هتفتح الابي بتاع الروتر بتاعك واحد تسعة اتنين ضد واحد ستة تمانية ضد واحد ضد واحد وتعمل جو من هنا هوا عزيزي المشاهد هتدخل الباسورد واليوزر نيم بتاع الروتر بتاعك انا في الحالة دي ادمن انت اكيد عرفت الوقت الباسورد بتاعي والعالم كله عرف الباسورد بتاعي دلوقتي. تمام عزيز المشاهد من القيمة الرئيسية بتاعتنا اللي احنا اللي قدامنا دلوقتي هتختار من هنا هوا هيجي لك شوية اختيارات جديدة في الجنب. منها لو انت ركزت الاختيار رقم خمسة من تحت. من هنا هتختار اول اختيار في نص الصفحة عندك اللي هو وعند ادرس او بتكتب جوجل دوت كام او عفوا الموقع اللي انت عايز تعمل عليه بالمنظر ده. ومن هنا هتعمل حيديلك الاراية بتاعت البنج اللي وصله للراوتر نفسه. مش اللي وصله للويرلس. فالبنج ناوه سبعة واربعين سبعة واربعين سبعة واربعين ونص يعني الفرق ارقام بسيطة نص. طيب. تعال اسبت لك ان الويرلس نفسه بيبقى سايق. انا الوقت معي برنامج تاني اهو انا على الايباد بيستخدم البنج بشكل عن طريق الويرلس. فانا الوقت او كاتب جوجل دوت كام هعمل بص عزيز المشاهد هيجب لك خمسين ستة وخمسين ستة وخمسين وهتلاقي اتنين وسبعين وممكن تضرب وهتلاقي بتوصل للميات ساعات وممكن توصل للمتنات زي البنج اللي فوق اوصل مية اربعة واربعين ومية وستة. فالبنج ده مش حقيقي يا عزيز المشاهد والحقيقي بتاعك واللي خطك مستقرة عنده وهو ده الفعل اللي انت شغال به بيكون عن طريق الراوتر نفسه او عن طريق الكابل المتوصل بالكمبيوتر. تمام. خلونا بقى نروح لآلة تحديد او طريقة التحديد اللي انا مثلا عامله الف ربعمائة وستين. عملت البنج ومش عاجبني. هاروح مغيرها واخليها الف ربعمائة مثلا واربعين. واعمل عامل طبعا عزيز المشاهد مش محتاج اقول لك ان لمة الانترنت هتفصل زي ما فصلت كده دلوقتي برا هي. انا مش شايد كويس. اه فصلت هيبقتلنا احمر. وهترجع تاني اخضر ده حاجة طبيعية ما تهلاقش خالص يعني. ومن انهو حضرتك هتروح يا باما يجمع عند عند وتروح عند تاني. وتروح بعد كده عند هو خلصت. هنعمل بقى جوجل. وهروح هعمل يا باما صحيح. تمام قال لك سبعة واربعين وسبعة سبعة واربعين واتنين سبعة واربعين وتلاتة سبعة واربعين واربعة. مش عاجبني عزيز المشاهد اعمل ايه? او مرايح. وهروح عند الوان. ومن الوان هروح عند الوان زيرو. ومن هنا هو انا هروح مختار الالف ربعمائة وعشرين. وهروح اعمل ابلاي. واقوم رايح تاني عند والدايجنوزز. وبعد كده هروح تاني عند الدايجنوزز. واختار البينجي دايجنوزز. انا بقيت كده خطوات مرة واتنين وتلاتة لان فيه ناس بتكلمني بتقول لي يا نبيل رايح ان احنا مبتدين. فانا بحاول على قدر الامكان والله ان انا اكرر لكو علشان تبقى الامور واضحة. تمام? وهروح تاني وقوم كاتب جوجل دوت كوم. وهعمل دايجنوزز. او دايجنوزز. ما يعلينا انا الانجليزي تعب الطيخ يعني. تمام? اداني سبعة واربعين ستة واربعين ستة واربعين ستة واربعين خلاص والله انا عزيزي المشاهد انا اراضي بالنتيجة دي. وانا اصلا عارف ان خط كويس على الف ربعمائة عشرين. فانت هتفضل تجرب لحد ما توصل. تثبت بالنسبة لك جوة صفحة الراوتر. ومن هنا ومن خلاله انت كده عرفت ايه او ايه المناسب لك. خلاص نركن كده الايباد بتاع انا مش معاي كل الراوترات. انا وفرت لك الفي دي اس ال ال زي تي اي والفي دي اس ال الهواوي اللي هو الاخير دوا. اللي هو الدي جي مش عارف كم ده. وهوفر لك الاتش جي خمسمائة اتنين وتلاتين. وكمان راوتر من تي بلينك. اظن الاربع راوترات دولا هيدو لك خلفية عامة عن معزم الراوترات الموجودة في السوق ومش هتخليك محتاجة يعني شرحي تاني او ايه حاجة. يلا بينا نروح للشرح. ودلوقتي طريقة البنج من خلال راوتر الاتش جي خمسمائة واحد وتلاتين او اتنين وتلاتين او ايه او ايا ما يكون اي راوتر بيشتغل بنفس السوفت وير ده. هنفتح صفحة راوتر عادي ونكتب ادمن والباسورد بتاع الادمن. ونعمل من الصفحة الحالية حضرتك هتختار من هنا حضرتك هتختار ومن هنا هيبقى عندك كزا اختيار منهم ومنهم هنا هتكتب هتكتب فيها الجوجل دوت كوم بالمنظر ده وهتعمل دلوقتي هو مش هيشتغل لان الراوتر زي ما وضحت لكم مش وصل له انترنت ولكن هتلاقيه شغال معك بشكل طبيعي وحيطلع لك في الجزء ده البنج الخاص بك. طيب دلوقتي انا هعمل الشرح بتاع التي بي لينك والموديل اللي معانا شباب اللي هو تي دي دي دابيو تمنمية ستة وتسعين واحد ان ده الموديل القديم او الاثر القديم الخاص بال اي دي اس ال انا عندي بتاعه واحد تلاتة انت عندك هيبقى واحد واحد بتاعه. وهتكتب ادمن ادمن. او حسب الباسورد بالويوزر النين بيضاعك اللي انت عمله. طمعا. من هنا حضرتك هتخش على او الصيانة بمعنى صحة. هتخش على تمام وهنا هتلاقي عندك او هتروح حضرتك كاتب فيه مثلا جوجل دوت كوم. تمام? ولما هتعمل البنج سيشتغل. هو دلوقتي مش هشتغل لان انا للاسف مش موصل منه انترنت. ومش متوصل به كابل اي دي اس ال بمعنى الصحة وكابل دي اس ال. ففي الحالة دي لازم تكون حضرتك موصل كابل دي اس ال في ظهر الروتر. اي روتر هتعمل بالخطوة دي لازم تكون موصل كابل دي اس ال فيه. مش مش روتر في اللان عمومة. ولكن هي دي الطريقة بتاعته. هتلاقي انهو بيبدأ اظهر لك البنج بتاعه. دلوقتي معانا اعدادات الدي جي تمانين خمسة واربعين من وي. الروتر ده زهقني حرفيا علشان اعرف اعمل اعدادات عليه. لان الروتر معي بايز وبيطلعني عطول من الادمن. ففي الخطوة الرئيسية ومصابحة الرئيسية هنروح لي منتين. وبعد كده هنختار تولز. ومن التولز هنبدأ نكتب جوجل في التارجيت ادرس. وبتضغط وبيظهر بعدها في المربع اللي تحتها. بكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة يا عزيزي المشاهد. اتمنى طبعا هي تكون افادتك. ولو شايف ان هي افادتك او ممكن تفيل غيرك. فاتمنى جدا 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 انت تعمل شير على السوشال ميديا مع صحابك. وان انت هتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الاشعارات. وتحط اللايك ده شيء مهم. وكمان تحط تعليق تحت في الكومنتات. اتمنى لكم يوم سعيد وبيضحك. ورمضان كريم علينا. وعليكم.